أطلقت عمدة الدائرة الثامنة فاطمة يحيى عبدالله حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال تفاصيل عبدالله هارون إن عمليا مكافأة شلل الأطفال أصبح السارية المفعول ولمزيد من تضافر الجهود والتصدي لحز المرض أطلقت عمدة بلدية الدائرة الثامنة فاطمة يحيى عبدالله عمال الانطلاق الرسمي لتطعيم ضد شلل الأطفال وبحث الصدد فقد أشارت العمدة بدور شركاء التدمية في مجال الصحة على جهودهم المقدرة واضفت بأن الحكومة عبر وزارة الصحة العامة بزلت جهودا كبيرا لهماية الأطفال من هذا الداء المندوب الصحي ببلدية الدائرة الثامنة أبقوجا قميز أوضح إن عملية تطعيم الأطفال تحتاج إلى تضافر الجهود وتكسيف الحملات التوعوية للسكان وأكد أن التطعيم لا يلحق ضررا بالأطفال مستقبلا بل يهمهم من هذا المرض الفتاك ممثلة منظمة الصحة العالمية والتي شكرت الحكومة الجادية على التعاون المستمير في مكافأة الشلل الأطفال مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل كل ما بوسعها لتصدي ألحظ المرض الخطير الذي يصيب الأطفال طلبا من الفرق القائمة بعمال التطعيم أن تتجول في كل الأماكن حتى تتم عملية التطعيم بصورة جيدة مشاهدين الكرام بهذا الخبر نخطي مع النشر الأخيرة وشكرا لحسن متابعتكم شكرا لحسن متابعة مباركت المترجمات